حدثنا عفان حدثنا يحيى بن زرارة الساهمي قال حدثني أبي عن جدي الحارثي بن عمر أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقلت بأبي أنت يا رسول الله استغفر لي قال غفر الله لكم قال وهو على ناقته العضباء قال فاستدرت له من الشق الآخر أرجو أن يخصني دون القوم فقلت استغفر لي قال غفر الله لكم قال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عطر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية ثم قال ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وقال عفان مرة حدثني يحيى بن زرارة الساهمي قال حدثني أبي عن جده الحارثي سائزة 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 اشتركوا في القناة